السلام عليكم كيف حالكم شباب اليوم وبعد طول انتظار يعني شهرين متواصلين خيرا نجي البريك غير مقيد اللي الى الخمسة واحد واحد طبعا يا شباب مش الدحية لكم بالخطرات مو بوقت البريك بالمرة جاء بوقت غلط لكن عادة شو نسوي المهم نفتح لايتونز ونسوي باك اوب لجهازنا لاننا حنحتاج نسوي للريستور نسوي باك اوب ايوه بعد ما يخلص نسوي مزامن التطبيقاتنا اوكي وبعدين نسوي الريستور نصب اللي نخلص الريستور نسوي وبعدين نسوي نسوي اللي نسوي باك اوب حرجه بعدين فعلى طول عطول انهي الموضوع نسوي اسكيب طبعا نقفل الثري جي عشان ما يسحب من الرسيل اوكي بعدين نروح للقفلة التلقاي ونخليه مطلق اوكي كده خلصنا من الموضوع الجاهز نحمل الاداة من الموقع هذا طبعا نحطه في الديسكريبشن تحت تحمله الماك و الويندوز واللينيكس بدأ نفك الضغط عنه حيطلعنا منه ملفين الملف هذا ولحظة لحظة في ملف ثاني يلا ايوه اوكي اوش نشغل الملف اللي تحت اوكي النصب اللين يخلص بعد ما يخلص حيطلعنا ملف ثاني بنفس اسم الاداة اوكي اوكي هذه طلعت ومتح ونسوي جيل بريك طبعا بعد ما يخلص اوكي نرجع الى تابعنا مناخر باكب حيجك سيك هذا بعدها نزام لتطبيقاتنا ومبروك عليكم جيل بريك ترجمة نانسي قنقر